اشتركوا في القناة اكرام الضيف من مكارم الأخلاق وقد حثن الإسلام عليه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن عرف بالضيافة عرف بعلو مكانته فعلى الآباء تعليم أبنائهم لآداب إكرام الضيف بأن يحسنوا استقبالهم وأن يبتسموا في وجهه وعليهم احترامه وتقديره وأن يكون الحديث معه يدخل السرور إلى القلب ويريح الخاطر والابتعاد عن الحديث الذي يجلب الهم والغم والحزن لأن للأسرة دور كبير في تعليم الأبناء لطريقة استقبال الضيوف وإكرامهم ولأن الأبناء يقلدون أباءهم وإكرام الأهل لضيفها أمام الأبناء يعزز أهمية هذا الفعل لديهم ولأن الطفل كالورقة البيضاء نكتب عليها ما نشاء على الآباء أن يغرسوا في أبنائهم الأخلاق النبيلة كالالتزام بآداب إكرام الضيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته شكرا للمشاهدة 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 شكرا 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 شكرا